مرحبا بكم في بودكاست ثقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستاكم الله بالخير عزيزينا المستمعين في بودكاست ثقة الحلقة الرابعة وهي عن مادة يعني وصفوها في وسائل التواصل إنها النفقة الأخطر في عالم البشرية مادة الشبو ومعنا الدكتور محمد العجمة خصائي باطنة وإيه في البورد ونسأل الله توفيق لنا ولك آمين إن شاء الله وكلامنا خطير شوي عن هذه المادة أول حاجة اسمها كان جديد ترند حصل في ثلاثة أربعة سنوات يمكن دخولها كان أقدم أو اختراعها كان أقدم فأنا بنعرف أكثر عن مادة الشبو ومسماها في البداية الشبو شبل نار أعتقد أو أشعلها ما أدري هي جاي من هذا الأصل العربي ولا مادة مخترعة من خارج البلد لكن ما هي مادة الشبو دكتور محمد مادة الشبو مادة يعني هي قديمة اسمها ميثايل أمفيتامين انصنعت في العام 1917 كانت بدايتها في الصين في اليابان واستخدموها في فترة الحرب العالمية الثانية وكانوا يعطونها الجنود لأنها تزود التركيز وتعطيهم قوة بدنية أو أن يقدر يسوي أشياء يعني خارج عن المألوف ما هيقدر يسويها الإنسان الطبيعي يعني في مثل معروف يقول لك الشراب أو المخدرات يسمونها مسط الرخوم يعني الشخص الضعيف لما يتعاطى الأشياء هذه في يصير يعني شجاع جدا فكانوا يستخدمونها للجنود عشان يحاربون أو يقاتل بشكل جنوني فهذه كانت بداية الاستخدام لها رغم أن لها استخدامات طبية كثيرة يعني مثلا الأولاد الصغار اللي يجيهم تشتيت الانتباه وفرط الحركة يستخدمون معهم العلاجات اللي يزيل الأنفيتامين بصف عام ما كان برضو عندنا المعروف اللي هي مادة الكيبتاقون هي نفس الأنفيتامين بصف عام وفيه أشياء ثانية كثير يدمنون عليها الناس لأنها تعطي طبع وانفعالات ومزاج عالي فلو بنتكلم عن الموضوع بناخذ وقت كثير لكن خلينا نقتصر لك دائما السعادة يعني حسبوها العلماء أنه كيف يقيسون مستوى السعادة فوجدوا أنه فيه مستوى عند الإنسان تفرز فيه الهرمونات السعادة اللي تكلمنا عنها أول أنه تفرز إلى مستوى عالي جدا فمثلا أعلى مستوى سعادة حيكون عند الإنسان اللي هو وقت القذف بعد الجنس في نهاية الجنس القذف حيوصل لمستوى السعادة عالي طبعا فيه أشياء ثانية كثير أنك تحقق هدف أو تلعب بلايستيشن أو تسوي أي حاجة ترفع لك السعادة لأنك حققت حاجة فوصلوا إلى أعلى مستوى في السعادة اللي هو الجنس فحطوه زي المعيار بنشمارك أي بنشمارك فحطوه هو المعيار للسعادة فلما تيجي أنت كشخص توصل لمستوى عالي يعني مثلا لو نتكلم عن المروانة أو نتكلم عن الحشيش حترفع لك سبعة ثمانية أضعاف إلى عشر أضعاف مستوى السعادة فهنا يبدأ يصير الإدماء عندك مثلا للهروين والمث والحاجات هذه ترفع إلى سبعين ضعف فإنت تخيل معايا أنك وصلت إلى سبعين ضعف السعادة الطبيعية للإنسان لو مهما سويت في حياتك ما حتوصل للمستوى هذا إلا بالمادة هذه فإحنا هنا تعدينا مرحلة الإدمان إلى حاجة سار جسمك يعتمد عليها طبعا إحنا نفرق بين كلمة إدمان وبين الاعتمادية لو بنتكلم عن الإدمان الإدمان ممكن أنك تدمن شغله معينة أو تدمن علاج معين أنه تصير خلاص تبغى تسوي أو تبغى تأخذ المادة هذه كإدمان عادي بس جسمك ما يعتمد عليها يعني بتقدر مثلا نقول إدمان الدخان جسمك ما يعتمد علي إعتماد تام لكن خلاص سألت مدمن عليه لكن لما نوصل لمرحلة الإعتمادية أنت تتكلم عن الجسم حيوصل أنه سار يعتمد على المادة هذه عشان يفرز هرمونات السعادة زي المفتاح فما يمكنك تدخل المكان هذا إلا بالمفتاح هذا فحيصير عندك شعور أنه جسمك يعتمد اعتماد كامل على المادة هذه فهنا تبدأ المشكلة وتبدأ أنه يبين على جسمك الأعراض يعني مثلا لو قطعت الاعتمادية نفسها حتيجي تلاحظ أنه جسمك يبدأ يدخل في قلق في غضب في زعل الاعتمادية غير عن الإدمان في ثلاثة نقاط هنا مرة رئيسية مستشافتها مين بدأت تتكلم ورقم واحد أنه ما هي مادة جديدة تستخدمها هتلر الحرب العالمية يعني لها أمكنها مئة سنة وقل من مئة سنة بشوية ما كانت مصنفة مخدرات أيامها ما حداري الشي كانوا يستخدمونا كعلاج علاج ثاني حاجة تخلي إنسان أجرأ أكثر جرأة صح زي ما تقول تصرفات غير منطقية ممكن يسوي المستحيل ممكن يسوي حاجة ما سوي في الوضع الطبيعي رقم ثلاثة فيه فرق بين الإدمان والاعتمادية الاعتمادية أخطر الاعتمادية أخطر طبعا لأن جسمك ساري يعتمد عليها تماما عشان تعيش فمجرد ما توقف الاعتمادية ستكون أنت في مسألة خطر طبعا نحن برضو بنتكلم عن علاجات كثير الناس يعني اليوم أنا أشوفهم منتشرة بين الناس لما يقول لك أنا لو أخدت مثلا إبر السكر أو أخدت علاج الضغط أنا حقد من عليه لا هو مو إدمان اتكالية اتكالية لأنه جسمك أصلا مثلا ما صار يصنع الأشياء الأساسية اللي تنزل لك الضغط فهنا صار ما هو إدمان هو جسمك يعتمد عليها عشان ينزل لك الضغط فهذه الاعتمادية الإيجابية وفيه اعتمادية سلبية الاعتمادية الإيجابية اللي هو مثلا إبر السكر أوكي أنت صار جسمك يعتمد عليها لكن لو تركتها حيكون خطر عليك خطر على حياتك ممكن نشوف وفيات بسبب الحاجة هذه لأنه ترك اعتقادا منه أنه حيدمن وهذا شيء غلط برضو مثلا علاجات الضغط اليوم أنا أشوف ناس يقول لك أنا ما بأخذ علاج الضغط عشان لا أدمن عليه لا بالعكس أنت لو ما أخذ علاج الضغط ممكن تفقد الكلا ممكن تصير تغسل بسبب الحاجة هذه فلا هذا اعتمادية إيجابية فيه اعتمادية سلبية اللي هو لما تتركها جسمك ما حيعطي هرمونات سعادة حيبدأ ما يخليك تتصرف تدخل في اكتئاب تدخل في انفصام في الشخصية طبعا في حاجة يسمونها المثيرات أو الأشياء اللي تسبب أنه تسبب لك مشاكل فلنفترض أنه شخص مثلا عنده في أسرته تاريخ مرضي مثلا بتشخيص الانفصام بتشخيص ثنائي القطب هذولا أكثر عرضة أنهم يدخلون في المشكلة من الناس اللي ما عندهم تاريخ مرضي أو ما عندهم من أول اكتئاب أو ما جاههم اكتئاب تفرق من شخص إلى شخص ثاني طيب هذا جزء من مشكلة المث أو الشبو الجزء الأكبر أنه الشبو موزي أي مخدر آخر طيب الشبو يعني أنا قعدت أقرأ في الأبحاث عن الشبو الشبو من أول مرة ستستخدمه سيكون نسبة أنك تخرج من الإدمان بعد أول مرة 17% من أول جرعة يعني بنسبة نقول 83% ستكون صعب عليك أنك تخرج من الإدمان فمادة خطيرة جدا يعني ما تتوقع قد إيش خطيرة أنه أقول لك 17% من أول جرعة أنك ما تقدر ترجع لشخصك الطبيعي ثاني مرة 100% أنت مدمن لأنه خلاص اعتمادك عليها 100% ما عدي سعدني شيء إلا أني أأخذ هذه المادة هذا ليس فقط سيكون lifestyle معك أو نظام حياة معك وتبدأ الاعتمادية تدريجيا لا هذه قفزة سريعة جدا جدا يعني كيميائيا كيميائيا أنت تتكلم عن هرمونات دوبامين بنفرين النور بنفرين هذه كلها تساعدك في تنظيم الضغط في الجسم تنظيم السكر تنظيم المزاج سيروتينين الهرمونات السعادة فهيبدأ عندك نزول فهنا نيجي المسألة يمكن الناس يعرفونها بكلمة العراض الانسحابية العراض الانسحابية هذه تجيك ثاني يوم بعد التعاطي اللي هي ستخش في نكد ستخش في زعل هذه لما تكون المواد التي تستخدمها خفيفة تضايق من أمور عاديات يعني تقدر تمشي أمورك لكن لما تكون أنت مدمن مية في المية أنت قفلت كل المصادر اللي يجود جسمك يعني تخيل أنه بزبوز وقفلته أو نقول صنبور فتخيل أنك قفلته جسمك لا يصار يعطي نهائيا أي نوع من أنواع الهرمونات حق السعادة فأنت الآن معتمد تماما على أنك تجيبها من بره فإذا ما جبتها من بره الله يعينك على الأشياء اللي بتشوفها في حياتك أحلام أو كوابيس في الليل تعرق زيادة عصبية بشكل لا يوصف طبعا حتى العصبية هذه ممكن نلاحظها مع أي شخص يمر في مرحلة تكتاب نلقى يعصب من أي شيء لما يكون عندك ضغط في العمل ضغط في البيت ستبدأ تعصب من أي شيء لأنه أنت هرمونات السعادة عندك نازلة في مستوى ضعيف فهنا تخيل أنه لا أنت ما عندك أي مشاكل لكن سرت تعاطى فعشر أضعاف أو عشرين ضعف التي تمر فيه ومر فيه شخص في مشاكل لا تفرز أي شيء من الهرمونات ممكن سبب الوقت في الضغط ممكن يسبب إلى يعني أحيانا توصل إلى وفاة يعني شفت حالات كثيرة توفت بسبب تعاطي المث أو حتى لما يوقف لما في النهاية أنت الشخص يقرر أنت الشخص الذي يقدر يسوي كل حاجة لا يوجد حاجة صعبة حتى لو أقول لك النسبة عالية جدا أنك ترجع طبيعي لا تقدر ترجع ما قصرت الحكومة سوت مراكز يمديك تتعالج بأسهل الطرق وبسرية تامة ولا أحد سيراقب وراكب بالعكس سيرحبون فيك وهنا الاعتماد كامل على نفسك إذا وصلت للمكان هذا وتعالجت لازم أنت تضغط على نفسك أنك ما ترجع ما لا حل إلا أني أروح لشخص متخصص ما ينفع أني أحاول أرتجل وأقول أنا أوقف أبعد أروح للمركز المركز الصحي هذه على أساس أوقف ما ينفع أعتمد على نفسي أقول أوكي أنا زي التدخين مثلا أوكي أنا رح أبطل تدخين لوحدي تقدر يعني ما أقول لك أنه ما تقدر إلا بس أنه صعبة اختصر المسافة وقفت كل أنواع السعادة التي ترفع لك الهرمونات فهنا المشكلة سأر ما عندك هرمونات طيب ثاني يوم ثالث يوم ستتحمل بعدين سترجع أسوأ من أول طبعا الإدمان أنك ستصير تطلب أكثر الجرعة الأولى كانت تعطيك المستوى الذي هو 70 ضعف بعد أسبوع الجرعة هذه ستعطيك 40 ضعف ستضطر أنك تأخذ جرعة ثانية أكوى أيو هنا ممكن تتعطي جرعة زيادة ويتوفى الواحد بسبب الجرعة الزايدة نسمع أنه يقول لك وفاة بسبب الجرعة زايدة لماذا؟ لأنه وصل إلى مرحلة لا يصبح يستوعب يبغى جرعة زيادة يوصل للسعادة التي فيها لم يصل لا بجرعة لا بجرعتين ولا بخمس فهنا المشكلة الأساسية يجب أن نعود للبداية أنت تترك هذه الحاجة بكل بساطة تروح للناس المتخصصين وما حيطونك علاجات يعني هيطيك علاج يرفع لك مستوى السعادة إلى نفس المستوى هذا ويدرج لك يا حب حب إلينا يرجعك للمستوى الطبيعي الذي أنت تشوف فيه سعاد سؤالين واحد عضوي واحد نفسي العضوي المثل يدخل الجسم وانتشر في الدم يعطل إيش في الجسم فين العضو هذا المسبب لنا المشكلة الثانية النفسي كمية التحذير والمناظر اللي بنشوفها في اليوتيوب الناس الزومبيز اللي ماشيين في الشارع وكذا في نفس الوقت لا زال في ناس بتاخذ المادة هل انخدعوا فيها ولا الفضول ولا نفسيا إيش اللي يخلي الواحد يروح للمث ويتعطاه أول حاجة اللي هو لما تتكلم انت لو بنتكلم كيف يفرز الهرمونات هي على قولتهم سبحان الله شبكة في الجسم الهرمونات هي مواد تفرز في الدم وتعطيك الأشياء اللي انت تحتاجها عندنا أماكن في الجسم اللي هي مثلا نتكلم عن هايبوثالموس نتكلم عن البتيوتري غلاند اللي في البرين يعني هذه غدد هذه غدد ايوة هذه حتلعب دور انها تفرز لك الهرمون فلاني او تساعد مثلا الغد الكضرية الادرين الغلاند انها تفرز الهرمونات الكرتزول يعني هو تركيبة في الجسم كبيرة كل غدد مسؤولة عن افراز معين او مادة معينة دخول المث هيسبب لك توقف انه هذه المواد مع التفرز في سير الافراز كبير جدا عندك وحيزيد عليك المادة هذه توصلك الى مستوى عالي جدا ما حتقدر انت تفرزه بالمستوى الطبيعي حق الانسان حال الطوارع في الجسم طبعا انت تتكلم انك كأنك تغذي الجسم فجأة قطعته ما فيه اي تغذية كل الهرمونات تعتمد على اشياء كثير حتى الاكل اللي يساعد على الهرمونات يعني احنا قبل كذا انك لما تاكل وجبة فاست فود حت حت تحس بسعادة لانها اعطتك حاجة غريبة غير لما تاكل وجبة بدون اي بهارات وبدون هتفرق معك هذه نفس الفكرة لازم نحن ننتبه ننتبه من لأولادنا الصغر يعني ما وصلت لعمر هذا يعني باقي شباب لكن تكلم عن الناس اللي في الخمسين عندهم أولاد لازم ينتبه لنقاط هذه اذا شفت ولدك بدأ يدخل في مرحلة انه يزعل من اي شيء ضايق من اي شيء حاول تكون قريب منه تشوف في اعتمادية على شيء معين هل في اعتمادية او في ضغط معين ممكن يكون عنده يمر بضغط نفسي لكن اذا كان لا في اعتمادية انت تبدأ توجهه للطريق الصح يعني علميا البيئة السيئة هي اللي ترجع المدمن حتى بعد ما يتعالج يعني لو أخذت شخص وعالجته ورجعته نفس البيئة اللي هو فيها سيرجع مدمن مرة ثانية في كلام كثير سنخليه في حلقة ثانية ان شاء الله عن العادات عن البيئة اللي نخلقها لنفسنا او لمن نحب فحيكون يمكن حلقة وسلسلة حلقات لانها هي نظام الحياة اللي احنا حن يعني نتجنب الاعتكالية والاتمادية او اي ان كان مسماها على اشياء برا نفسيا كل التحذيرات كل الافلام الرعب اللي بنشوفها عن المث ولا زال في جرأة على تعاطي من فين جات الجرأة دي انت تتكلم الحين عن كيف بدأنا يعني اللي سوق للمث توقع مسلسلة الكل يعرف يعني بريكن باد فسوق له بطريقة يعني انه تقدر تصنعه عندك فبدأ الناس تلتفت له تقريبا المسلسل توقع من 2008 2009 فهنا بدأت الناس تروح للحاجة تصنيعه سهل الوصول للمادة هذه سهل فعشان كذا بدأ ينتشر الصراحة يعني انا اشكر الحملة الحاصلة على المث او الشبو من الحالات اللي انا شفتها بنفسي وقريبة فيها واحد من الناس اللي تعطون يعني الله يرحمه هو قتل زوجته وانتهر كاما من الناس المتعاطين فهذه حالة كانت قريبة عندنا في المستشفى غير انه شفنا حالات كثير فعليا قاعد نخسر شبابنا قاعد نخسر ناس عزيزة علينا بسبب الحاجة اللي احنا شايفينها بسيطة جدا لكن يعني لازم ننتبه لازم نشوف اللي حولنا ايش افكارهم المادة هذه ايش بتسوي يعني نحاول قد ما نقدر ان نخرجهم من الحاجة هذه في مراكز في اماكن تقدر تتعالج ما هو عيب انك تروح تتعالج العيب انك تستمر في الغلط الخطأ اليوم انه نكابر على انفسنا لا لا تكابر مهما كان اخذ جرعة جرعتين ثلاث تقدر تتوجه للمراكز وتقدر تتعالج بكل بساطة تقدر خرجوا منها بفضل الله ثم بقوة ارادتهم ابدا لا تتوقف او ابدا لا توقف استمر روح ما احد سيحاسبك الكل سيوقف معك من اصغر شخص الى اكبر شخص من الفريق الطبي كامل سيوقف معك واهم حاجة انك تروح تبدأ اذا بديت انت المشكلة انتهت حلو اذا نفهم من كل اللي تفضلت فيه انته انه رقم واحد هي حالة ادمانية تصل الى مرحلة اعتمادية كلية المادة هذي بتسبب الغاء التلقائية في الجسم وانه يتصرف بشكل طبيعي الجرأة الغير طبيعية الغير ادرجت انه جنود كانوا بيستخدمونها لخوض حروب طاحنة ممكن العلاج لكن الافضل تتجه للشخص المسؤول احنا في لحظة مفصلية كل الانواع الادمان السابق اللي تكلمنا عنها شيء والان هذه المرحلة شيء اخر لذلك ابدا المسألة ما هي لعب يحفظنا ويحفظ ابنائنا وابناء شعبنا والعالم العربي والاسلامي كله العالم كله ان شاء الله عن هذه المادة ونشكر جدا سعيدين بالحملة اللي حاصلة الآن لانها حملة فعلا في لحظة مفصلية ضروري وقاعدني يعده بالشكل ان شاء الله اللائق نشكرك الدكتور ووعد ان شاء الله سنتكلم عن الهرمون الاهم من الدوبامين كيف نرفعه من غير اي اتكالية واعتمادية بالأكس يصير عندي اكتفاء ذاتي وسنتكلم عن العادات وتكوين العادات وشكل العادات يمكن الحلقة واذا الله رادي انه يكون في بودكاست كامل عن موضوع العادات هذه لاني انا شايف انت بتناقشه من العوامل الخارجية والداخلية اللي بتسبب تكوين العادات شكرا دكتور محمد العفو يا بو خالد واستمتعت والله معك مرحبا بكم في بودكاست ذقا